اشتركوا في القناة في ساعتين والنصف الماضيتين فقد اتى على محاضرة كان من المفروض ان تكون دورة لمدة اسبوع واختصرها ولخصها لنا في ساعتين ونصف وقد تحدث فيها عن المحاور الاتية ماذا بعد التخرج في سوق العمل وكيف تفجر طاقاتك الكامنة وحقق النص على ذاتك عن طريق قوة المبادرة وتحمل المسؤولية وكيف نتعامل مع مصفوفة الوقت ومنظومة التغير ودائرتين التأثير والاهتمام وكيفية صناعة الأهداف وتحقيقها وخطوات اتخاذ القرار الصحيح نحو خلق الفرص المناسبة وكيف تستخدم الوقود الأسطورية في رحلة الخلود والآن نبقى معه من الآن إلى الساعة الثانية والنصف في الجزء المتبقي وهو التخطيط الاستراتيجي للخريجين أو التخطيط بطريقة فأهلا وسهلا ومرحبا بفارسنا فليتفضل مشكورا الله تكرارك طيب زي ما اتفكت معكم أنا ما أحب أقعد كثير سأبدأ إن شاء الله بإذن الله نتكلم اليوم سأتكلم أو ليوم يعني في الفترة الجاية دي سأتكلم عن موضوع مرة مهم الموضوع اللي راح بقدر أهميته إلا إن الموضوع القادم في الساعة والنصف دي ستكون يعني أنا أتحدث شخصيا قد يكون هذه الساعة والنصف والشيء اللي سأديكم إياها في الساعة والنصف دي الشيء اللي عمل للي نقلة نوعية كبيرة جدا في حياتي والشيء اللي عمل نقلة نوعية لناس مرة كثير الخطة الرؤية الوصول نحن نبغى نكون فين نحن فين ونبغى نوصل لإيش إيش الشيء اللي نحن نبغى نشتغل عليه الخطة الاستراتيجية دستور الحياة إنت إيش بتسوي حياتك ضع دستورا وخطة لحياتك حتى تصل إلى القمة هسألكم سؤال إيش نفسك تكون إيش تبغى تكون إيش أهدافك في الحياة السؤال الجميع إيش أهدافك في الحياة إيش تبغى شكلكم روحتوا أقلتوا بريك غدا وبعد كده إيش روضاع يعني أيو محاضرة نبغى نفكر مرة إيش تبغوا في حياتكم الأخوات السيدات معانا على الخط ألو إيوة يا دكتور طيب نعم ياريت تقدروا تقولوا لنا إيش تبغوا في حياتكم واحدة تشارك معانا اثنين نبغى أكوني وزيرة تبغى تكوني وزيرة إيش تاني صاحبة شركة إيش تالت ناجحة في مجال المايكرو ناجحة في مجال المايكرو إيش رابع البنات تتكلموا دوركم إنتوا يا شباب حيضحكوا علينا عضو مجلس شورى إيش تاني ها رجل أعمال إيش تاني ما حنعدي حت الشي ها إيش باحث علمي إيش ترابع إيش خامس مدير شركة سابك ليش بالزبط سابك يعني عجبتك الشركة يعني ماش الحال أوكي هذا الشي اللي انت تبغاه سؤال هل انتوا حطين بالفعل الأفكار دي كأفكار حقيقية هل انت حط هذا الموضوع كرجل أعمال بالفعل خلاص يعني مرسم عليه ماين عليك رجل أعمال كده من بدري ما شاء الله ها حضرتك بالفعل مخطط أنك بالفعل تكون عضو في مجلس الشورى ها إن شاء الرحمن الذي لا إله إلا هو جميل كيف توصل لمجلس الشورى كيف بيقول ما ها أتوقف في العلم سؤال هل كل الناس اللي موجودين في مجلس الشورى وصلوا عن هذا الموضوع عن طريق فقط العلم إذن احتاجوا إيش حنكة إيش تاني تفكير وتخطيط دوبنا بدأنا نفكر في إيش الشي اللي وصلنا للشورى عادة هالناس بتفكر تقول لك الأخت اللي هناك قالت أبغى أصير وزيرة الأستاذ اللي قالت أبغى أكون وزيرة هل تعرف بالضبط إيش تطلب عشان تكوني وزيرة هلو نحن هنا تفضل أيوة تعرف إيش الشي اللي لازم تصيره عشان تصيري وزيرة طبعا إيش غير الشهادات العالية الخبرة في العمل آآ أسلوب تبتسيري وزيرة في إيش أول شيء أفكار حضرتك تبتسيري وزيرة في إيش وزير التعليم وزيرة التعليم إيش دخل التعليم في سوق العمل عدكم ها غلط مطبعي إيش غلط مطبعي غلط مطبعي جميل نحن شوف يعني الله يعطيك العافية شكراً أول شيء على مشاركتك وهذا شيء جميل طيب لكن نحن في العادة نحن كل الشي اللي بنقوله أماني أماني نحن أبغى أسير الشخص الفلاني أبغى أكون باحث علمي بزنسمان وووو وإلى آخري لكن حقيقة ما في خطة استراتيجية ما في شيء معين واحد اثنين ثلاثة لو عملنا بنسوي الشيء نحن مجرد بنقعد مع بعض وبنتكلم وبنتناقش بس ما في حاجة بتطبق على أرضية الواقع لأنه ما في أمور محددة لا لا بد أن نحن نحط أمور محددة لا بد أن يكون قدامنا طريق واضح أي شيء في هذه الحياة تبا تصير بزنسمان الموضوع بسيط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشرين مليون المهم بس فيه شغلات معينة لازم تسويها عشان تصبح بزنسمان تبا تسير عضو في مجلس الشورى مفترض في عندك شغلات معينة درجة علمية معينة إسهامات للبلد معينة إنك تستطيع إنك تعمل قرارات أو تعمل تاخد اقتراحات لهذا البلد المعطاء على أساس أنه البلد داير تقي فتصبح فيما بعد مؤهل إنك تكون في مجلس الشورى جميل؟ بس فيه شغلات معينة موجودة عندك فيه تضحيات لازم تسويها فيه أمور معينة لازم تركز فيها شركة سابق أول شيء لازم تسويه تعرف في النهاية أمور في الإدارة تتوظف في شركة سابق تطلع نفسك تاخد شهادات علمية شوف كيف أنا ممكن أصير مدير للشركة دي كيف أستطيع أني أكون أتحصل على منصب قيادي في هذا المكان لابد أن يكون لك خطة سؤال إيش فيه شركات ناجحة موجودة في البلد؟ في العالم يونيليفر مايكروسوفت توشيبا سوني تويوتا أوه تويوتا كلام كبير تويوتا على فكرة تويوتا من الشركات الرائدة في مجال التخطيط والترتيب والخطة والدستور والشغلات دي لدرجة أنه خطة تويوتا بتأخذها بعض الدول عشان تحطها الخطة الدولة على طريقة تويوتا تويوتا منظومة كبيرة جدا طيب الشركات دي تتوقعوا أنهم ماشيين بدون خطة يعني هم كده يجتمعوا مع بعض كده حقوان المصدقين حقوان تويوتا يقعدوا مع بعض يلا أنا بنسوي السيارة يلا شدوا حيالكم الشباب كل واحد همته يجي الواحد يقول له طبعا اي شي يسوي يا شوف لك أي شغلة كده حق لك كفر هناك من هناك ركب لك شوف لك أي شيء ماهم موجود في السيارة ركبوا ركب لك كفر ركب لك لمبة ركب لك بيصير زي كده أبدا ما بيصير زي كده أي إنسان ناجح لابد أن يكون عنده خطة هذول الناس بيجتمعوا يقولوا في الربع السنة الأول في الأربع الشهور الأولى نحن حنحقق كده في الربع السنة الثانية بني بغى نحقق كده في الربع السنة الثالثني بنحقق كده بعد عشر سنواتني بغى نسوي كده طب هذي الشركات تقول لي يا نجد دخلني في الشركات أنت عبارة عن شركة صغيرة المشروع ايش يحتاج أي مشروع في الحياة تجاري اي مشروع ايش يحتاج دراسة جدوى ايش تاني الاخوان اللي هناك رأس مال ايش تالت ايش ماني سامع ايدي عاملة ايش رابع خطة خمسية عشرية لما تجد بتتزوج انت بحاجة الى ايش رأس مال دراسة جدوى تبع تدرس تشوف اهلا البنت دولة كويسين البندي جيدة البندي ما هي كويسة دراسة جدوى لحياتك انت بعد كده فن حتقعد ايش حتسوي بحاجة الى ايدي عاملة من اللي حيساعدك في الزواج عبوك اللي حيتفع لك نص المهر ها والدتك حتساعدك تجيب لك فرش لك البيت فلان الفلاني حيساعدك وهو الى اخري مين اللي حيركب لك الاثاث مين اللي حيعمل اذا بمعنى اخر كل امر موجود في حياتك بحاجة الى خطة لانه هو مشروع انت عبارة عن شركة كل انسان عبارة عن شركة حياته عبارة عن مشاريع فلابد انك تخطط لهذه المشاريع حتى تستطيع تنجح في هذه المشاريع اللي هي موجودة عندك الصور اللي موجودة عندكم واضحة الصورة دي تتوقعوا كده عدونا كده حاجة انا حلمح لكم تلميح كده هذه الصورة لمكان اصبحت تجي منه مسلسلات كتير تركيا للأسف تاريخ تركيا العظيم اصبح مقرونا بمهند ونور تاريخ تركيا العظيم اصبح مقرونا بعليا وزوج عليا الخاين الاخ 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 التاريخ العظيم الاسلامي الدولة العظيمة الدولة العثمانية طيب تاريخها اصبح مهند ونور ماشي ما علينا مين فتح القسطنطينية هذه الصورة القسطنطينية مين فتح القسطنطينية محمد الفاتح تعرف محمد الفاتح كيف فتح القسطنطينية على فكرة القسطنطينية يعني بس عشان يتكلم لما يتكلم عن القسطنطينية القسطنطينية تعتبر واحدة من أصعب الدول كانت في عملية فتحها لأنه تعاقب عليها كثير من الصحابة وكثير من الناس الجادين ولم يستطيعوا منهم علي بن أبي طالب وقيل أنه قبر أبو ذر الغفاري موجود مو أبو ذر الغفاري إن شاء الله ما يكون غلطان واحد الصحابة المشهورين كان موجود على أسوار أبو أيوب الأنصاري الله يعطيك العافية أبو ذر الغفاري مات لحاله في الصحراء أبو أيوب الأنصاري وجد قبره على أسوار القسطنطينية محمد الفاتح من يوم ما كان صغير محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره كم؟ 21 سنة الله يفتح عليك الكثير 21 سنة كم واحد هنا عمره 21 أو أكثر أو أقل ما ليش؟ 21 أو أكثر 21 أو أكثر في السندة واحد فتح دولة سنك طيب فتح دولة محمد الفاتح لما كان صغير محمد الفاتح كان لديه أستاذ اسمه آق شمس الدين معلم آق شمس الدين كان باستمرار يقول له تعرف هذا إيش؟ يقول له هذه القسطنطينية يقول له تعرف أن أكثر أسلم إيش قال عنها؟ قال لتفتحن القسطنطينية ولنعمل أمير أميرها ولنعمل جيش ذلك الجيش من يوم ما كان صغير محمد الفاتح كان حاطت في باله موضوع القسطنطينية عشان يعملها من يوم ما كان صغير كان عنده رؤية وهدف للشيء اللي بغي يعمله الدروة الباقي عليك أنت إيش تبغى تسوي؟ أنت إيش حاطت في بالك الصورة مرة تانية في شخصية موجودة تحت أتوقع أنكم تعرفوها شخصية بين كيلينتون بين كيلينتون لما كان في الروضة سووا كده زي يعني كده درسوا قالوا للناس أنتوا إيش تبغى تسيروا لما تكبروا فطلع بين كيلينتون وقال أنا أبغى أسير رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية نصر فيه قال ضحكت عليه قالت له روح 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 كشر لك بصل روح أعمل مش عارف إيش الآن مين يضحك على مين مين يضحك على مين حط في باله رؤية حط في باله هدف حط في باله شيء يريد يسوي الصورة الثالثة كانت موجودة لشخص لاعب كرة مشهور ماردونا عم ماردونا ماردونا لما كان عمره 16 سنة عملوا معاه مقابلة في التلفزيون الأرجنتيني مرة قاعد أكلم واحد أقول لهم مين هذا الشخص يقول لي هذا ديقو أرياندو دندندو جاب لي ما شاء الله السلالة العائلية كلها بالفخض والقبيلة والجد والجد الثالث والجد الرابع المهم ماردونا لما كان عمره 16 سنة قال له ماردونا أنت إيش تبغى تسوي 16 سنة أنت إيش تبغى تعمل في حياتك قال لهم أنا لدي ثلاث أهداف في حياتي رقم واحد أنضم لمنتخب الأرجنتين رقم اثنين أكون هداف العالم رقم ثلاثة أحصل على كأس العالم واستطاع ماردونا أنه يحصل على كأس العالم زي يعني الصورة خير دليل لهذا الموضوع لما كان عمره 16 سنة ما عليش بس هذا واقع ناس كثير ضحين من الناس اللي حاضرين معاي من الشباب والبنات هو ما هو عارف إيش يبغى إنت إيش تبغى يقول لك إيش تبغى تصير إيش تبغى تحقق في حياتك تخرج كيف يعني تتخبش في أي التخصص اللي ربنا يكتبه كويس طيب ما يقول لنا شيء اللي ربنا يكتبه كويس بس إنت تبغى إيش يا سيدي نحنا حنتشرط ما يمشي دخلنا الجامعة أحمد ربي الحمد لله يا رب ماشي والله ما قلت لك لا ما قلت لك غلط بس إنت إيش تبغى أي شيء بعدين طب بعد ما تخرج في أنت بتتوظف أي وظيفة أحكيكم حكاية مرة خطيرا أحكيكم عن واحد شخص اسمه عادي تعرفوا الشخص ده ما تعرفوا بس هذا الشخص موجود ما بينكم كثير في واحد طفل اتولد ولادة عادية جدا جدا من أبو أم عادية جدا ولما انكبر بدأ يدخل المدرسة فأم وابو دخلوا مدرسة عادية ولما اندرس كان دايما باستمرار يجيب درجات عادية لما تخرج من الثانوية بتقدير عادي ولما اندخل الجامعة قرر أنه هو يدخل واحد تخصص والتخصص ده كان عادي جدا وتخرج بتقدير عادي جدا ولما انقرر توظف دور له على وظيفة عادية دخل الوظيفة العادية وكبر شوية وقل لي أمي وماما بغت تزوج بنت عادية تزوج البنت العادية جاب منها طفل عادي جدا ليس في حياته كبر بطريقة عادية تقاعد بطريقة عادية وبعدين مات بطريقة عادية عادي بن عادي هذه قصة تلات أربعة الناس اللي موجودين في حياتنا حياة عادية طريقة عادية كل شيء عادي الآن يا جماعة الخير إذا نحن نبغى نكون أمة إذا نبغى نكون أمة إذا نبغى نكون بلد حضاري الحيالات أصبحت لا تتقبل العاديين لابد أن نكون نفس مميزين لابد نكون عندنا جهد نوعي ماذا نريد أن نفعل إحصائية في أمريكا تمانين في المئة تمانين في المئة من خريجين الجامعات يعملون في وظائف لا علاقة لها بدراستهم الجامعية دا في أمريكا اللي بيقعدوا يسووا لهم سشينات محاضرات أنت يجتم قد تكون لما تكون كبير تمانين في المئة بمعنى آخر يتخرج هندسة ميكانيكية يلاقي له وظيفة في بنك ساب روح طب إيش فاتت الدراسة خلاص يا عمي وظيفة وربك سمع مجيب لسه ما عندنا وقتني بنتزوج وني بنخلق وني بنعيش وني بنموت مشكلة 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 أنك تضيع من حياتك ست سنوات سبع سنوات ثمانية سنوات وكني تكتشف أن هذا ما هو مسارك مشكلة ليش؟ لأنك أنت من تعرف بالظبط الذي تبغى دكتور طارق السويدان الإسم العلم المعروف لا أحد يعرف الدكتور طارق السويدان يرفع عنده ويقول لي أنا بعد الأكل أنا صوتي الحالي أعلى من صوتكم نشوف صوتكم أعلى أو صوتي أعلى أنا مرضو مرة ما في أمل طيب طيب دكتور طارق السويدان عنده دكتوراه في ايش؟ دكتوراه أعتقد في البترول دكتوراه البترول الأول الله يفتح عليكي والله يفتح عليك هنا برضو جاوة نعم بترول بس أتوقع في بعض الناس اه بترول نعم بترول محول للتاريق مصبوط دكتور طارق السويدان لديه هندسة في البترول ومتخرج يعني واحد من الطلاب المتفوقين جدا آخذ دكتوراه حقته بامتياز ما شاء الله ما شاء الله تبارك قلوا ما شاء الله لا يتحسد الرجال يجيلي ودحين يغمز عينه دحين ها طيب يعض على لسانه جميل دكتور طارق السويدان متخرج هندسة بترول ماذا يعمل دكتور طارق السويدان انا بصراحة ما قد شفته يتكلم عن اي شيء له علاقة بالبترول طيب في سؤال مهم انت اشتبغى يعني ايش كلمة انت اشتبغى خلينا نجيب صلايات عشان اتكلم معاكم على هذا الكلام يعني ايش كلمة انت اشتبغى في شيء مرة مهم هنتكلم الآن عنه نسميه إن المستقبل يشرق فقط للذين يؤمنون بجمال احلامهم اذا انت مؤمن بالشيء اللي انت بتسويه صدقني للمستقبل ان شاء الله سيفتح لك ابواب الآن عندنا تمرين شايفين الدائرة دي الدائرة الملونة دي الدائرة دي مقسمة الى ستة اقسام رئيسية يريد عندكم يريد ارسم دائرة دي ارسم دائرة قسمها الى ستة اقسام زي ما هو موجود هنا الآن طيب اكتبه في القسمة الاول ديني وروحاني يعني ايش ديني ايش يليه علاقة بالدين حنا نتكلم ده حين ايش معنا الشغلات دي والامر الثاني شخصي القسم الثاني القسم الثالث مالي ومهني القسم الرابع اسري القسم الخامس اجتماعي القسم السادس استمتاعي طيب فين الصبورة اتشالت صح هناك اذا فيه امكانية بس واحد يجيب لي الصبور الله يتكمل عافية الله يأتيك العافية طيب لو افترضنا لا لا خليك دكتور نحن حاجب لو افترضنا لو افترضنا انه نقطة ارتكاز الدائرة هنا في المنتصف هنا صفر واعلى شيء في الدائرة هنا عشرة يعني افضل شيء في هذه الدائرة ماشي لو افترضنا انه الصفر او نقطة المركزية هي نقطة الصفر واللي بعد كده هي النقطة افضل ما يعني افضل ما تصل اليه في هذا المجال فما هو تقييمك الحياة يعني كالتالي الآن عندنا هذه الدائرة هذه دائرة الحياة ما عليش أنا ممرة فنان في الرسم فأعذروني جميل هنا قلنا لو افترضنا أنه هنا الديني كم تقييمك الشخصي هنا صفر وهنا عشرة يعني أفضل شيء توصلت إليه في الدين في مقياسك الشخصي كم أنت راضي عن نفسك في المقياس الديني يعني لو قلنا أنت راضي عن نفسك من واحد لعشرة طيب حتحط لي شيء يعني علامة هنا وحتضل لي هذا الجزء الصغير لو قلت لي أنا راضي عن نفسي خمسة من عشرة حتحط لي النص وبعدين تضل لي الجزء ذا أباك تعمل هذا الموضوع في ستة المجالات من حياتك قد إيش أنت راضي عن نفسك في المجال مثلا هذا المجال قلنا الديني هنا حنقول راضي عن نفسك في المجال الشخصي يعني إيش المجال الشخصي أسلوبك مع الناس تعاملك مع الآخرين عندك اللغات حقتك ولا نفسك تتعلم إنجليزي فرنسي إيطالي شخصيتك الكريزمة حقتك ثقتك بذاتك هذه الأمور كلها كم تدي نفسك فيها من صفر إلى عشرة كم ممكن عشرة تدي نفسك عشرة جميل حط عشرة هنا طيب وضلل لهذا المكان كله جميل طيب بعد كده المجال المهني والمالي كده إيش أنت راضي عن نفسك في مجالك المهني كده إيش راضي عن نفسك في الوظيفة حقتك ومستوى الدخل حقك وإيش الشغلات اللي تعملها في حياتك كده إيش راضي عن نفسك كم إتنين دعينا نقول إتنين تعرفني باسمك ما شاء الله مشاركاتك مية مية عبد الملك أستاذ أم الدكتور أم لا قول إن شاء الله الدكتور إن شاء الله بهذن الله عضو مجلس الشورة وصل المشكلة ما أكدر أقول لك عضو مجلس الشورة رح أقول لك عضو مجلس الشور الطلاب جميل الله يفتح عليك طيب اثنين بالنسبة للأخوات خلينا ناخد واحدة مشاركة كم راضية عن نفسك في المجال الأسري يعني بمعنى آخر عندك أحلام أنك تكوني أسرة سواء كونت أسرة ولا لا يعني ممكن تكون مع أهلك تواصلك مع والدك والدتك تواصلك مع الأخوان تواصلك مع أسرتك عمانك خيلانك كيف مستوى العلاقة الموجودة عندك بتجتمعوا مع بعض ما بتجتمعوا مع بعض كم راضية عن نفسك من صفر إلى عشرة كم آه خمسة خمسة جميل نعم أبدو أن تسوي كل واحد يسوي الشيء اللي هو خاص به يعني اللي حين بسوي الشيء ده مقسم ومفرق طيب كم راضية عن نفسك في المجال الاجتماعي راضية عن نفسك في المجال الاجتماعي عشرة عشرة جميل بتناقض بعض الشيء لكن أي معنى شمو مشكلة جاء لأن أطوائيين بعض الشيء وأنا اجتماعية من بيننا أنت اجتماعية مو مشكلة خلاص نحن بناخد شغلات يعني ما شاء الله عندك الواسطة مية مية خلاص نكلمك لو في عندنا أي شيء ماشي جميل الله يفتح عليك المجال الاستمتاعي بالنسبة للشباب أبغى أخذ واحد من الشباب يقول لي قدي إيش أنت مبسوط في حياتك بتفلها وتخرج وتتمشى والله هذا الشباب يقول لي هذا فل على فل أصلا 24 ساعة مع الشباب وقاعدين وعايشين حياتنا كم راضي عن نفسك هل أنت مستمتع بحياتك هل أنت بالفعل حاسس يعني بتروح تخرج تتمشى بتمارس حياتك حاس أنك مبسوط ولا لا كم من عشرة خلينا نشوف الشباب اللي قاعدين هنا إيش رأيكم واحد يقول لي كم من عشرة تمانية سبعة سبعة جميل سبعة الآن عندنا المقياس سبعة خلاص عملتوا التمرين دا كلكم يا أخوانا وخوات ها عملتوا على حياتكم ولا لسه عملتوا خلاص شباب يا شبيبة القبائل أيها القوم هم عملتوا الأخوات عملتوا جميل تخيلوا الآن تخيل أن الكون لا طعم له أو لون تخيل يا سبيستون بالضبط تخيل أنه هذا عبارة عن كفر السيارة حقتك هذا كفر السيارة حقتك اللي ماشي فيه مع السواق كيف حيمشي طعط طعط اصلا ما حتوصل حيبنشر مع أول ماشي this is your life d حياتك ما هي متوازنة النجاح في الحياة مو بس نجاح مالي النجاح في الحياة مو بس نجاح مالي والنجاح في الحياة ما هو نجاح اجتماعي والنجاح في الحياة ما هو نجاح استمتاعي والنجاح في الحياة ما هو نجاح فقط ديني في الإسلام نحن عندنا لا رهبانية في الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان قائداً للجيش وكان أباً وكان زوجاً وكان صديقاً كان عنده علاقات اجتماعية علاقات أسرية وكان يمزح كان يتسابق مع السيدة عائشة ما كان قال حياته كلها دين وجهاد وإلى آخره ما سلك في الحياة؟ قل إن صلاة ونسك نتكلم دحين عن هذا الموضوع ولكن القصد الذي أقصده كانت دائرة متوازنة في الحياة كان في عنده توازن في الحياة ما ينفع إنك تقول تفني حياتك كلها للعمل والشغل وتنسى إنه في عندك زوجة موجودة في البيت وعندك أطفال ما ينفع ما ينفع إنك تقول عشان أنا والله في كلية الطب في أحدين في كلية الطب أصلاً ما هيجوا معروفين عندهم محاضرات وعندهم اختبارات قاعدين من نسبة للبنات في أحد من كلية الطب الأخوات في موجود في موجودين في سؤال أسألهم سؤال مرة مهم كم كم مرة كانت في عندك عزيمة عائلية سابعة اجتماع للعائلة عزيمة عند ستك وطن نشتيها ليش حقونا بطب شغلهم مرة كثير بالعادة يعني في العادة دوامهم طويل وشغلهم مذاكرتهم كثير وووى إلى آخره فمركزين على الجانب النجاح في الجانب المهني المهني اللي موجود هنا وناسين بقية الجوانب في الحياة مو مهم بالنسبة للأسرة مو مهم أكون علاقات اجتماعية معروفين حقونا الطب دكتور فضلي سمحت وقلنا الطب يعني ماني سامع في تخصص رياضيات يعني طب 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 لا 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 أنا مو قصة على الطب حتى الناس اللي بلاش الناس اللي موجود في الأقسام الأدبية هلين يقول الكلمة بالطريقة دي الدوافير طيب بصفة عامة عندهم موضوع الدراسة يشكل جزء هام من حياتهم وأنا ما أقول إن هو ما هو هام هو هام لكن لما تتناسب بقية الأجزاء اللي موجودة عندك في الحياة هنا بيكون الغلط هنا بيكون الغلط رياضيات هندسة فيزيا كيميا في ناس موجودين في الطب وما بيقعدوا 24 ساعة على الطب تعرف واحد من أصحابي طبيب يوم مباراة منشستر يونايتد مع الهلال في مباراة اعتزال سامي الجابر أخذ الطيارة في أيام الاختبارات فرأى حضر المحاضرة ورجع هل معنات إنه هي وحياته على الطب؟ أنا بقول بس كمثال غاشي الله أعطيك العافية هو كمثال فالقصد دائرة حياتك متوازنة ولا ما هي متوازنة دائرة حياتكم بكل تأكيد ما هي متوازنة لابد إن يكون عندك أهداف في كل الأمور لابد إن الحياة دي تعيشوها يا جماعة الخير كحياة كحياة الحياة كلمة كبيرة ما هي بس فلة مع الشباب ما هي بس طلعات وعلاقات اجتماعية ما هي بس دراسة ماشي الحياة حياة طيب كيف نحن ممكن نعمل هذا الموضوع كيف نحن ممكن نسوي هذا الشي طيب المفترض يكون لديك أهداف في جميع أمور حياتك هنتعلم دا حين كيف نحن ممكن نسوي الأهداف فيه اتكلمنا عن هذا الموضوع اتكلمنا عن عجرة الحياة إن هي متوازنة ولا لا اصنع مستقبلك الآن ما رأيكم لو قلت لكم إنه دحين الآن 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 دحين اللحظة دي انتم ممكن تكتبوا خطة لحياتكم خطة مبسطة ما رأيكم حلو قشطة قشطة طيب الموضوع مرة بسيط ما يحتاج له في النهاية زي ما يقولوا مشكمية ما هو موضوع في النهاية معقد الموضوع جدا بسيط طيب تخيل هذا السؤال دائما يجيني تقولي دكتور كيف نكتب خطة في الحياة تخيل عندك مصباح علاء الدين السحري تعرف مصباح علاء الدين ها اللي يطلع شبك ربك حبيبك بين اديك اطلب ويتمنى عاوز ايه ماشي طلع لك مصباح علاء الدين ايش تبغى منه دحين لو قلت لكم طلع لك مصباح علاء الدين ايش تبغى منه قل لي ها انت شكله عندك شغلات كتير قول ايه سر غير السر انت حتظل منه طلب واحد هم في العادة يقول لك طلع طلبات انا حتدي لك من عند الجنة حقي شوية غريب يديك مليون طلب قد ما تبغى منه يقول لك حاضر ايش ما تبغى منه يقول لك على عيني ايش تبغى قول عضو مجلس شورى ايش تاني اي على الطريق الصحيح لرفق خير الانام ايش تاني خلينا اسمع ايش تبغى مصباح علاء الدين غني كم كم انت تبغى كم على حسب ايش انت تبغى كم مية مليون بس مصباح علاء الديني يقول لك اللي تبغى ها خنوع طيب ها ايش تبغى ايش تبغى ايش تبغى يا عمي بيبقى والله ترماعه والله ده قول ايش تبغى حتى خايف منت قادر تقول ايش تبغى قول ايش تبغى ايه كنز كم مال قارون كم كم ها ميتين كم ميتين كم دهب ميتين كم دهب بسمع هنا ايه ايش قصر كبير منصب كبير ايش هو المنصب مدير عام جهاز معين خلينا اسمع الاخوات الاخوات ايها السيدات تي بتحرر فلسطين خلينا اسمع ها قدونوا تحية كبيرة ايش تاني قول 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 لا 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 ما فيش ايه هذا هذا ما احد اتكلم فيه ها خلينا اسمع الاخوات دكتور فضلي ايه الصوت عندكم شوية مواضح الله اعطيكم العافية بس شوفوا كيف موضوع الصوت فضلي خليني اصلي في الاقصى صلي الصلاوات في وقتها المسجد الاقصى طيب غيره في الاقصى غيره ايش تاني ايش تاني الف العالم تلف العالم ممتاز ايش تالت جماعة الخير مرء والله شكل لو شافكم الجن يقول والله انتم ما عندكم سالفة وقسم بالله حسي تسيبك وممشي ها قول دكتور السلام عليكم دكتور لو سمحت عندي سؤال بخصوص النواحي الدينية والاجتماعية والمهنية لو مثلا حطيت كل اهتمامي في الناحية الدينية والناحية من ناحية الدراسة يعني برأيي انه صعب انه انه انسان يكون كامل وانه يكمل كل هذا الجواني نحن ما طلبنا انه تكوني كاملة ولكن على الاقل المفترض تسوي الشي اللي دحين حقولك دحين حتناقش في القضية اللي انت تبغيها بس انا حديكم الان تمرين هذا التمرين انا قعدت عشان اسويه ثلاثة ايام عشان احل التمرين ده قعد ثلاثة ايام انا حديكم الان عشر دقائق طيب وخلونا مع بعض نتكلم طيب خلونا مع بعض نتشارك مع بعض بس الله يرضى عليكم التمرين ده لو ما طلعت ورقة وقلم وما بدأت تكتب هذا التمرين لا يعني اي شيء ما له اي قيمة انت دحين ومعايا في المحاضرة يا سيدي طلع الورقة يعني اطلع من المود حقك واطلع من العظمة حقتك وجرب اكتب معايا تنازل واكتب معايا لحياتك اكتب الكلام اكتب الشيء اللي نحن دحين اللي انت هتقوله مو انا اللي هقوله بس انا هحاول اني اساعدك ماشي وبالنسبة للاخت حاجيك دحين على السؤال حقك اللي انت بتقولي خلنا نحط الصلاة الله يعطيكم العافية عشان نشوف المجالات هناك ست او سبع مجالات موجودة في الحياة لابد انه يكون لديك فيها احلام رقم واحد ابدأ ونحن اكتب معايا اكتبوا كده في رأس الصفحة طيب المجال الديني ها زاد واحد دحين اتكلم عن واحد بس خليك معايا انت اسمع كلامه بس طيب اكتب في بلاية الصفحة المجال الديني ماذا تريد ان تحقق في المجال الديني هل تريد ان تحفظ القرآن الكريم هل تريد ان تحفظ الكتب الستة حقة الحديث هل تريد ان تصلي الصلاة حقتك كاملة في المسجد اكتب وانا قاعد اتكلم فكر ايش فيه هل تريد ان تتبرع بمبلغ مية مليون ريال للفقراء والايتام والمساكين هل تريد ان تكفل ايتام كم كم ياتين تبع تكفل تبع تبني دور للمسنين كم تبغى تبني مسجد كم تبغى تساعد الناس في شيء معين تحل مثلا يعني تهب جزء من وقتك لحل مشاكل الآخرين ومساعدتهم هل تريد انك تمارس باستمرار السنن الرواتب يعني بعد كل صلاة لازم تسنن السنن الرواتب حقتها كلها ايش تبع من جد ايش تبغى يعني تخيل كده الموضوع مفتوح الموضوع قدامك مصبح حلاء الدين ويقول لك يا سيدي اختار اللي تبغى وانا مستعد اساعدك لا تفكر كيف لا تفكر ليش لا تفكر انا ما حدر اسوي الشيء داع الشيء داع صعب اني اجيب عشرين مليار داع شيء مستحيل هذا الشيء خارج فكر حتى لو كان تفكيرك انك تقول لي ابغى يعني بعدا لما حتكلم في المجال الاستمتاعي لو قلت لي ابرقى بصفينة جرينديزر عندي حلم اوكي اكتب ما انت خسران شيء اكتب يعني خليك زي كأنك طفل بيفكر تعرف الاطفال الصغار ايش نفسك تصير يا بطل نفسي اسير رائد فداء مبسوط نفسي اسير عمو حسن اللي بيع الفول ماشي اكتب اكتب اللي تبغى في المجال الديني ايش فيه خلينا نتشارك مع بعض ايش احلامكم الدينية عشان البقية كلنا نسمع من هنا وقد يكون واحد يديلك فكرة كويسة يعني لا تحط لا تحط في بالك قد ايش انا ممكن اصوي الشي ده اكتب ابحرر الفلسطين اكتب اكتب ايش تبغى في المجال الديني ايش تبغى ايش نفسك تسوي ايش نفسك تعمل خلينا نسمع من الشاب خلينا نسمع من الاخوات اكتبوا ايش تبغوا ها تحفظ القرآن الكريم جميل ايش تاني ها الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها جميل ايش تمان ايه تكون بار بولديك الله يفتح عليك ايش تاني ايش تاني مساعدة الاخرين اكتب اكتب ها القضاء على البطالة من وجهة نظر دينية ممتاز اكتب ايش الصيامة النافلة جميل اكتب ها تحريف فلسطين اكتب الاخوات ايش تبغوا الورايا ها تنشئ قناة براعم ها ما نسان فضلي اصل الى درجة الاحسان وانت عبد الله كأنك ترى اكتبي فضلوا ها عمل صالح لا ينقطع اكتب ها نشر الاسلام تكون داعية ها اكتب فضل يكون المسلمين على قلب واحد اكتب القضاء على الحملات التفشيرية اكتب انت عندك شغلات ها خطيرة ها الاخوات هنسمع واحد بس كمان زيادة ابغى اكون رابع امرأة هم يقولوا ثلاثة نساء اربعة كملة من النساء ثلاثة كملة من النساء اربعة انا وكون رابعها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله طيب اكتب الشيء اللي تبغي جميل كتبتوا ها كتبتوا كلكم يريد تكتب والله يعطيكم العافية اكتب اي شيء يخطر على بارك بعدين هنجي الموضوع الفلتر بعدين ده حين الان هذي شيء يسموه عصف ذهني في البداية تفكر لما نجتمعوا مدراء الشركات عشان يقولوا ترى نحن بغى نزود انتاجية يقعدوا يتكلموا يقولوا يلا خلينا نفكر في افكار مجنونة ايش ممكن نسوي يقول لك هل ممكن نحط اللهم صلى عن البي ممكن نعمل هامبورغر بالفول ها هل ممكن نعمل هامبورغر نحط عليه مش عارف ايش يقعدوا ترى يتكلموا في افكار مجنونة ماشي الان هدى وقت الافكار المجنونة بعدين نتكلم كيف نحن ماذا تريد ان تحقق ها ماذا تريد ان تحقق لشخصك واحد يقول لي ابغى اقرأ كل يوم كتاب واحد يقول لي اتعلم عشر لغات ما هي العشر لغات اكتب فرنسي ايطالي ياباني صيني مدغشقري ها ها اي شي ها همبورغر بالفور على فكرة يا دكتور انت تعرف ان هذا الاجتماع هذا الشي اللي انا قاعد اقول لك اياه اجتمعوا حقهم مكدونالدز وعملوا جلسة عصف ذهني وسألوا نفسهم السؤال قالوا ان احنا كل الناس بتجينا على وقت الغداء وعلى وقت العشاء ما احد بيجينا وقت في الصباح واحد منهم التريج وقال لهم سوى لهم همبورغر بالبيض عملوا همبورغر بالبيض حقيقة في امريكا واكتسح سوق الاكل الفاسد فود في امريكا هذه حقيقة هم بيشتغلوا كده عصر ذهني فنحنا ممكن نسوي همبورغر بالفول ماشي نتشارك انا وياك في الموضوع ده ماشي الله يفتح عليك همبورغر بالرز ليش لا ليش لا جميل المجال الشخصي خلينا نعود ايش فيه هدف شخصية ايش نفسك تسوي ابغى اكون شخص متحدث لبق ابغى استطيع اني اقف هلم زرح واءحاضر امام عشرين الف مليون شخص ابغى اكون انسان انيق في ملبسي ابغى اكون مرة خطير ابغى اكون نسمه ما اعرف ايش فيه عندكم هدف شخصية هدف لك شخصية مؤثرة في العالم الهدف ده اكتبي بس هنتكلم عنه هذا الهدف هنتكلم عنه بعدين شخصية مؤثرة في العالم ايش كمان ايش فيه عندكم هدف شخصية ما نفسكم تسوّل نفسكم ها؟ ما؟ إداري متمكن من العمل هذا من ضمن الأهداف المهنية. ما هو من ضمن الأهداف الشخصية؟ قد تقول لي شخص يحترم جميع الناس. قد تقول لي شخص متقف واسع الإطلاع. أي شيء. ما يوجد عندك في المجال الشخصي؟ تقول لي والله ألعب حديد كما ليش سام. أبغى جسمي كده لما أعمل زي كده العضل حق هذا تقعد طنطن طيمين ويسار. أبغى وزني يكون 75. ماذا تبغوا؟ ماذا تبغوا؟ أكتب، أكتب، فكر أي شيء يخطر على بعدك. لا تخلي القلم يوقف، أكتب أي شيء حتى الأفكار المجنونة. حتى لو قلت لي واحد من المرات قال لي أبغى سير عميل استخبارات. زي جيم اسمون بالضبط. قلت له ليش تبقى؟ قال لي بس كده في نفسي مني أسوي. قلت له أكتب، أكتب. بعد أن نشوف، بعد أن أقول لكم ماذا تسوي، بس أكتب، خلاص؟ الأخوات، ما سمعنا منكم، إيش في عندكم أهداف المجال الشخصي؟ على فكرة أقول لكم شيء، التمرين دا من يديه في محاضرة اسمها الطريق إلى القمة، في المحاضرة دي بديهم ثلاث ساعات عشان يكتبوا في التمرين دا، بعد ما يغلقوا من التمرين يقولوا يا دكتور، إحنا تعبنا، أقول له ممتاز، أنت ما تعودت أنك تفكر قبل كده، اليوم جاء الوقت أنك تفكر وتتوقع التفكير دا سهل، التفكير دا متعب، وراسك هيصدع، بس قد يكون هذه الانطلاقة، وهذه اللحظة التي تغير مدارك حياتك كلها، أنا لما عملت هذا التمرين تغيرت حياتي كلها شخصيا، عرفت إيش نفسي، عرفت إيش أبغى، واحدة من الأخوات تقول لي تقول لي أنا عندي هدف شخصي، قلت لها إيش هو؟ قالت لها لما أنا أتزوج ألبس فستان أحمر، قلت لها طيب، إيش المشكلة؟ قالت لي الله أمي والله أقسم بالله هتشرشحني، الناس ما هتخليلي ولا تبقي لي، ليه في نهاية المحاضرة على آخر الأيام قالت لي أنا هتزوج بفستان أحمر، اقتنعت، ماشي؟ بس هنتكلم نحن كمان عن هذا الموضوع، إيش في هدف شخصية، الأخوات ياريت تقول لي هدف واحد على الأقل، هدف شخصي، إيش نفسك تعملي، نفسك تكوني شخصية مؤثرة زي أحمد الشيقيري، نفسك تعملي برنامج تلفزيون تحطي في الناس على الأخلاق الحسنة، إيش نفسك تسوي في المجال الشخصي، تبتين شيء جمعية خيرية للشخص، ها؟ أبدا كنا قارئة ثقفة واجتماعية، قارئة، قارئة خليه في الهدف الشخصي اجتماعي، هدف الهدف الاجتماعي، طيب، ثلاثة، الأهداف المالية والاستمتاعية، حطوا صفحة جديدة أو حطوا قسم جديد، ما هي أهدافك المالية وأهدافك الوظيفية، سواء تبت تجارة أو تبت وظيفة، كم نفسك يكون دخلك الشهري؟ خلينا اسمع، هذا الموضوع تخصص الشباب، كم تبغي يكون دخلك الشهري؟ كم؟ قول، ها؟ خمسة عشر ألف، مصباح علاء الدين معاك وتقول له أبدا خمسة عشر ألف في الشهر، كم تبه في الشهر؟ ها؟ مصباح علاء الدين عندك، خمسة عشر؟ والله انت قنوع يا أخي، واحدة قالت لي جيت عندها برضو في موضوع زي كده، زيك بصف، قالت لي أنا أبغى وظيفة، قلت له هذه كل أحلامك في الحياة الوظيفية، بصباح علاء الدين قالت لي إيه وأبغى وظيفة، وبس تذكر، حياتك وأحلامك وطموحاتك، ستوصل للشيء اللي أنت بتفكر فيه، فقط، مش أكتر من كده، ما شيء؟ الهدف اللي أنت بتقوله أنا ما عرضك فيه، طيب بس أنا ودي أنك تحلم، يعني تشيل 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 الواقعية دي ترميها ترميها برا، دحين بس أرميها، بعدين سأقول لك جيبها رجع، فضل أستاذ أنا اللي هناك، كم تبغى؟ أي وأنت اللي حضرتك، أنت رفعت أدك، كم تبغى في الشهر؟ كم؟ مليار في الشهر، أكتب، أكتب، ما أنت خسر أي شيء، إنفينيتي في كل شهر؟ إنفينيتي في كل شهر هذا ليس هدف، وهتكلم كمان شيء عنه، إنفينيتي نقص واحد، كم؟ كم، قل لي كم، لازم يكون، لازم يكون كم، كم، لازم، الأخوات، إيش نفسك تتوظفي؟ إيش نفسك توصل لمرتبة وظيفية؟ إيش نفسك تحقق في وظيفتك؟ قد تكون مهندس حاسب آلة تقول لي، أبغى أسير المبرمجة الأفضل على مستوى العالم، أبغى أختري عشرين برنامج، أبغى كمبيوتر في الهواء، أسوي، وأكتب كده على الهواء، تطلع للكلام على الورد، أبغى أسوي واحد اختراع كمبيوتر بالتفكير، أنا مهندس معماري، أحلامي المهنية والوظيفية، أني أعمل أفضل، دكتور، طراز معماري موجود على مستوى العالم، شيء خرافي، لم يصنع قبل، ولن يصنع بعد، فضلي، بدي أكون صاحبة راس مال، أنا أشغل الناس، اللي عندها طموحات، وما أدري لي، يعني اتباعهم مادي، جميل، إذن مشروع لتشغيل الناس اللي عندهم أفكار، جميل، إشاني، أكتب، أكتب، لا توقف، أكتب، بس مجرد أكتب، بعدين، بعدين أقول لك، إيش تسوي في الكتاب دي، بس أكتب، أكتب، أكتبي، فضلي، دكتور، إذا كان الإنسان تخصص شيء، هو يبغى يصير شيء، أنا قلت لك، قلت لك مصباح حلاءة دين في يدك، ما قلت لك أنت إيش تخصصك، أكتب اللي تبغي، أنت تخصصك أحياء، وتبغى تسوي اختراع في، تبغى تسوي سيارة، أكتب سوي سيارة، أكتب، أكتب اللي تبغي، أكتب اللي تبغوه، فضل، الدخل يحسب في اللحظة، قبل السؤال، أم بعد السؤال؟ كم تبغى في الثانية الوحدة يأتيك؟ أكتب، أكتب، كم تبغى؟ أكتب، ما تبغى؟ فضلي، سمحت نفسي أكون مصممة أزياء عالمية، مصممة أزياء عالمية، واحدة من الأخوات التي حضرت معنا في جدة، ما شاء الله مصممة أزياء عالمية، وعندها حلم أن تفتح أكاديمية، أنت ستكون الفرعة الثانية في المدينة، أو الفرعة الثانية في العالم، تسكي، ممكن تتعاون مع بعض، إن شاء الله رباني سهل، أكتبي، تعرفوا واحدة، يعني كسيدات، تعرفوا واحدة اسمها ماركة، اسمها تاتو، توب تاتو، أيها؟ توب تاتو، هذه ماركة، مشهورة جداً، صاحبتها واحدة سيدة سعودية، ماذا عندكم شيء ثاني؟ ها تفضلي، أكون صاحبة مشروع مدينة شباب المملكة، أكبر مشروع متنوع في العالم، مشروع شباب مدينة المملكة، أكتبي، أكتبوا إيش تبغوا، اللي تبغوا، خلاص؟ توقع بعض الناس دي حين قاعد تكتب، تتقن، أوكي، أكتب اللي تبغى، أكتب اللي تبغى، تعرف بعض الناس مجانين، يتفكروا كده في أفكار، وبعدين تلاقي الفجأة كده راسة كده يصير كده فيه كحر، ناشي، أكتب، اشتغل في الحاجة طبيبة ومعلمة وداعية مخترعة طبيبة ومعلمة وداعية جميل اكتبي اكتبي اللي تبغيين خلاص كتبته جميل القسم الرابع في المجال الاسري اش نفسك تحقق لي كل اسرتك بالنسبة للشباب ابغى تزوج ايش تاني تبغى تخلف كم طفل كم طفلة بالنسبة لحضرتك انتي متزوجة نفسي انه نحن نجتمع اسبوعيا كل اسبوع يوم الجمعة ونقعد مع بعض ساعة نفسي انه نحن نعرف اخبار بعض نفسي انه لما الواحد تصر له مشكلة في العائلة الاخوان كلهم يتكاتفوا معاه نفسي اني انا اعلم اولادي امور معينة نفسي اني انا اقعد مع بناتي ويكون ما بيني وما بينهم حوار مفتوح باستمرار نفسي انه ابنائي ما يخبوا علي اي شي نفسي انا وعائلتي باستمرار نسوي فريق نلعب مع بعض كورة سلة نتضارب نسوي حرب نسوي اي شي في البيت انا مع ابني او انا مع بنتي والام مع ولدها ويعني احنا الاثنين نقعد نعمل مع بعض مسابقة ايا كانت هذه المسابقة اختر ماذا تحلم لي كل اسرتك اكتب اللي يفكر فيه ايش في احلام عندكم اسرية يا شباب ايش في عندك احلام اسرية احلام عائلية ايش عندك ايش نفسي ها هذا الشيء مخصص للسيدات السؤال لا للسيدات اكثر ها تفضلوا حسن علاقتك مع اخواني حسن علاقتك مع اخوانك اكتبي اعلى فكرة اقول لكم شي يا شباب النساء اطول عمرا من الرجال بالاحصائيات العلمية ويقال السبب الشباب دا حين زعلوا ها الرجال زعلوا ويقال السبب انه اهداف المرأة اغلبها اهداف اسرية لحين الان مين اللي يجمع العيلة الجدة ها بعدين الجدة تيجي ها حبيبي اكل ها كلكم تمام بالله يتصل على فؤاد بالله يشوف ان شاء الله دي اختبار حقه خويس حمد الله حمد الله يا رب كلموهم بالله لازم يأكلوا ما ينفع طب طب خد معاك هذا صح اهدافهم الاسرية ما تنتهي اهداف الرجال بعد سن التقاعد الرجال لما يوصل لسن التقاعد يكون عمره هو الفعلي ستين في سن التقاعد بعد ما ياخذ التقاعد حقه يصبح عمره ثمانين انتهت اهدافه يحس انه ما له اي قيمة في الحياة ليش ما عنده اهداف ما عنده شيء يسوي مشكلة لابد انه يكون لك اهداف ماشي الاخوات ايش في شيء تاني اه دكتور من الاهداف اللي حطيتها انه اصنع من اخواتي او اخواني يعني بشكل عام اه ناس قادة ومنجزين يعني من الان ناس قادة ومنجزين عنديك هدف انك تكتب اكتبي الله يعطيك العافية اكتبوا الله يفتح عليكم يا رب اكتبوا الشغلات دي دكتور انا نفسي الصراحة لدى من امنيت يعني امنيتك ومشاريعي انه نفسي نفسي كده ألاقي علاج لمرضى السرطان وعلاج لمرضى السرطان هذا الهدف هتحطيه من اي ناحية تبتسوي الشيء ده لأجل شخصي للانتاج يعني للانجاز انجاز ومساعدة حطيه للمجال الشخصي اذا كان شوفوا اذا كان اذا واحدة قالت دحين للوقت قالت انا بسوي علاج للسرطان يرد بس تتأكدوا لي بموضوع المايكل ان الصوت عندنا بيطلع مرة مشوش لو قالت واحدة ابغى يكون عندي هدف اني اكتشف علاج لمرضى السرطان قلت لها ليش تبتسوي الشيء ده قالت لي هدف شخصي حتى اكون مشهورة هذا واحد وقالت لي في نفس الوقت هدف ديني اني انا اساعد الناس اقول لها حطيه هنا وحطيه هنا يتحط في الاثنين دشطة جميل طيب خلاص غلقتوا الاهداف الاسرية الان اهدافكم الاجتماعية نفسكم تتعرفوا على مين مين تبغى الناس اللي تكون معاك علاقاتك الاجتماعية مع مين ها لا علاقة اجتماعية شخصية مع الملك مع مصممات ازياء عالميات مصممات ازياء عالميات اكتبي مع الملكة عبدالله مع الملكة عبدالله اكتبي الامير عبدالعزيز بن ماجد الامير عبدالعزيز بن ماجد اكتبي حضرتك تبغيش تبتتعرف على مين ها الشيخ السديس عبدالرحمن السديس اكتب اتعرف عبدالكريم بكار اكتب على فكرة انا اقول لكم شيء لحين بعض الناس يقول لك واحد والله نفسي اني اتعرف على الملك الملك عبدالله الله طيل عافية يقول لك آخ هذا شيء صعب ما في مخترعين وناس صغار استطاع أنهم يقابلوا الملك في نظرية يسموها theory of number six نظرية الرقم ستة النظرية دي تقتضي حتى تصل إلى أي شخص في هذا الكون أمامك ستة أشخاص فلان اللي يعرف فلان اللي فلان يعرف فلان اللي فلان يعرف فلان اللي فلان يعرف فلان اللي فلان يعرف فلان أيا كان هذا الشخص ما يتعدوا ستة ستة يوصلوك للشخص ده ستة وأقل بالظبط بس ما يعدوا أكثر مو أكثر من ستة ستة فقط ستة أشخاص أي شخص تبت تستطيع أنه بتوصل له تستطيع لكن لا بد أنك تحط خطة وبعدين حتكلم عن خطة بس أكتب خلاص كتبتو طيب الآن ما هي أهدافك في المجال الاستمتاعي كم بلت تبت سافر فين تبت تروح فين تبت تروح حتسافر فين تحبوا تسافروا فين حول العالم فين ايه بس قديني كده أماكن محددة فرنسا ايش تاني جزر الراديل ايش تالت ايه النمسا ايش جميع الأماكن بس لا اسم تحدد أجمل أماكن في العالم فين دكتور فضلي ممكن جمايكا جمايكا جميل ايش في عندكم أهداف تاني لنفسكم تسويها تستمتعوا واحد يقول لي والله نفسي أمارس راضة التزلج واحد يقول لي أبغى أركب الأمواج واحد يقول لي أبغى والله أبغى يكون عندي جميع أنواع البلاي ستيشن والجيمز دي كلها موجودة عندي أبغى عندي شاشة طولها كيلو في كيلو القفز بالمظلة أنا على فكرة واحدة من الأهداف المفترض اللي أسويها عام 2010 أني أنطق أعمل بنجي جامبينج إن شاء الله حسويها خلاص إن شاء الله وإذن الله سافر مع بعض مااش الحال؟ أكتب إيش الشيء اللي ممكن يجديك متعة في الحياة؟ أكتب حاجة حلال ها؟ أكتب في الأهداف الاستمتاعية هذا قسم جديد إيش؟ دايف ماستر أكتب على فكرة دايف ماستر واحد يحطها من ضمن الأهداف الشخصية وواحد يحطها من ضمن الأهداف الاستمتاعية إذا كانت في الاثنين حطها في الاثنين على كيفك الشيء اللي أنت تبغاه واحد يقول لك أبا سير دايف ماستر تعرف ليش؟ لهدف ديني أقول له كيف هدف ديني يقول لي فيه موجود يعني يعني الله يعافينا وإياكم إن شاء الله من بلاء السحر اللي هو موجود بعض الناس بتعمل السحر دا وترميه في البحر يقول لك أبا كون دايف ماستر عشان أجمع هذا السحر والناس تفكوا بهدف ديني بقصد مساعدة الآخرين اكتب هدف ديني أصبح الآن هدف ديني واحد يقول لك هدف مادي أنا أبغى استفيد من هذا الشيء أكسب فلوس أصبح غواص أعرف أشتغل سمكة برضو إنفع ماشي الحال أي شيء شيء اللي تبغى ماشي أهداف الأخوات الاستمتاعية إيش هدفك الاستمتاعي واحدة بتخلي شعرها واقف كله على فوق أكتبي إيش أهدافكم الاستمتاعية يا جماعة الخير أيتها الأخوات أيتها السيدات ها سي وورد تروح تروح عالم البحار ها تدخل في عمق البحار جميل إيش تاني ها إيش هوم ثياتر جميل أكتب هوم ثياتر ها تتجلد على الجليد تتزلج على الجليد في المدينة جميل أكتب 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 جميل طيب كتبتوا الأهداف دحين عندكم كلها أول شيء أحب أبارك لكم مبروك عليكم سويت الجزء الأصعب مبروك عليكم سويت ترى شيء كبير على فكرة ثلاثة في المية فقط من العالم ثلاثة في المية فقط من العالم سووا الشيء اللي أنتوا سويتوه الآن مبروك عليكم أدوا لنفسكم تحية كبيرة من جهة تستاهلون. عملوا دراسة في جامعة هارفرد شي يسموه في أحد هنا يعرفة الستاديز وأنواع الستاديز شي يسموه لونج تيودينال ستادي دراسة مطولة. المهم في واحد دراسة يسموها لونج تيودينال ستادي عملوها على مية طالب في جامعة هارفرد سألوهم قالوا لهم كم واحد كاتب أهدافه في الحياة ثلاثة أشخاص فقط كانوا كاتبين أهدافهم في الحياة بعد عشرين سنة جمعوا لعشرين شخص دولا وقعدوا معاهم وبدأوا الآن الناس يحسبوا بالموضوع النجاح بموضوع الثروة وجدوا أن ثلاثة في المية الثلاثة في المية دولا اللي كانوا كاتبين أهدافهم ثروتهم أكثر من السبعة وتسعين مجتمعين ثلاثة يعني تخيل واحد تخيل واحد راتب عشر ألاف عشر ألاف عشر ألاف سبعة وتسعين واحد راتب عشر ألاف يعني صارت كم؟ تسعين وسبعين ألف الثلاثة دولا ثروتهم أكثر من تسعين وسبعين ألف شهرياً بيأخذ تخيل ليش؟ لأنه سوى الشيء اللي أنتم سويتهم بس على فكرة مو هذا يكفي بس هذه البداية هذه البداية طب ما ستسوي الآن في الأهداف الآن الأهداف اللي موجودة عندكم واحدة من الأخوات قالت أفصل الرجال على كيفي بعض الأهداف أهداف غير منطقية بعض الأهداف تكون زي الأعشاب الضارة اللي تنمو في حقيبة أهدافك ما بتساعدك أنك تسوي هدفك بل بتنزلك على تحت وعلى فكرة الطريقة دي للتفكير بيسووها حتى أصحاب التخصصات الكبيرة الشركات الكبيرة المؤسسات الجامعات بيقعدوا ها نحن إيش نبغى نسوي في السنة دي للجامعة نبغى الجامعة حقاً تكون أفضل جامعة موجودة على الوطن العربي اثنين نبغى يكون عندنا الخريج حقنا قادر على أنه يخوض سوق العمل بقوة ثلاثة نبغى الخريج حقنا وينافس جميع خريجين جامعات المملكة كلها إنه قادر على عطاء هذا الشيء أربعة نبغى نعمل نأخذ الاعتماد الأكاديمي من بريطانيا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن أوروبا وإلى آخره ستة كده الناس بزيشتغل صح ولا لا دكتور معين ممكن بتسوي في الجامعة هذا هو هذا هو التخطيط هذا هو الاستراتيجية هذه هي النظرة بس بعد كده إيش الشيء اللي بيصير بعد كده بنبدأ في عملية البحث كيف سنحقق الأهداف دي أول شيء هناك بعض الأهداف اللي المفترض ما تتحط بعض الأهداف اللي وجودها بيعيقك أكتر مما يفيدك واحد يقول لي يقول لي والله عندي هدف عندي هدف أني أغرق العالم كله أحط في العالم كله كده أحط فيه توت أحمر عندي هدف أني أعمل هزة أرضية في العالم مرة من المرات جابه واحد ورد صغير قال له إيش هدفك في الحياة المهم قال له أشتغل على المشروع قال اتفقت مع مجموعة من الشباب أنه في الساعة الكولانية في اللحظة الكولانية عمل جروب في الياهو أنه سننط كلنا نطة واحدة وبالتالي لو كلنا نطتين حتصير في الأرض هزة هذا هدف ما منه فايدة هدف ما منه فايدة في البداية أنت ذيك تبتعمل برينستورمينج عشان تطلع أفكار خلابة من الأفكار الغير خلابة تأتي وقتة تصفية وقتة تعديل الآن وقتة تعديل وقتة تعديل الآن من كل المفترض من كل مجال من المجالات اللي كتبتها اختر أربعة أهم أهداف موجودة عندك تود بالفعل تحقيقها الناس اللي قالت أبغى في الشهر في الساعة الوحدة مليار هل أنت بالفعل بحاجة إلى مليار في الساعة ها؟ إنك ترى لو جمعت كل الشغلات اللي تشتريها في حياتك في حياتك ما ستوصل للمبلغ هذا مرة تقابلوا مع صالح كامل كان بيتكلف قاعد يتكلم في قاعد يتكلم فقاعد يتكلم على موضوع الفلوس فقاعد يقول أنه أول مليون كانت بالنسبة لها لها طعم بس بعدين يتكلم قال قال بعدين لما صارت تيجي الفلوس كتير بالمليارات وزي كده يقول الواحد عنده عمر واحد عنده 24 ساعة يعني ما ستستمتعي يعني مثلا أبغى استمتع في الأكل استمتعت أخذت أحسن أكل في العالم عندي 20 مليون عشان أستمتع بس بالأكل لو أكلت أحسن وجبة في العالم طيب كيف أستمتع زيادة ما تقدر الوقت محدود حياتك محدود فما تقدر تسوي شغلات مرة كتير فلا بد القلوس اللي أنت تبغاها دي تكون منطقية على الشيء اللي تبت تنجزه في حياتك قل لي أبغى هذا فيكون عندي مليون في السنة مليون في وقت معين بس على حسب الشيء اللي تبت تسويه لو كانت عندك أحلام كبيرة الواحدة تبت تنشئ مدينة كاملة رياضية في السعودية واللها تدعم المشاريع الصغيرة أقول لك إيوة أنت بحاجة إلى 13 مليون في الشهر بس على حسب أحلامك على حسب الشغلات اللي تبت تسويها في الحياة ما ينفع تقول أبغى بس يكون عندي فلوس 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 وما سوي بها ولا شيء هذا هدف غير منطقي هذا هدف حيقيقك ما هي ساعدك أن تسوي الهدف اللي أنت تبغى بعد ما تعمل هذا الموضوع بعد ما تعمل هذا الموضوع بعد ما كتبت الشغلات دي اختر أربعة أهم أمور تود تحقيقها في حياتك بعد ذلك لا بد أن يطبق على القاعدة دي القانون التالي القانون التالي قانون يسمى قانون سمارت واحد من الأخوان قال لي أباروح أجمل بلدان العالم هل هذا الهدف صحيح؟ هذا الهدف غير صحيح لماذا؟ لأنه يتعارض مع أولى صيغ تحديد الأهداف أن يكون الهدف محدد ما في كلمة أجمل أماكن في العالم هذا هدف غير محدد لازم تقول لي فرنسا في المكان الفلاني في فرنسا لما نحن بنقول لي بنكون أفضل جامعة على أي مقياس طب في مليون يعني واحدة من مقاييس الجامعات أنه يكون الشباب والبنات مختلطين بيدرس في نفس المكان هل هذا معيار ممكن يمشي عندنا؟ لا نحن ناس مسلمين عندنا تقاليد وعندنا إسلام وعندنا وعندنا هذا المعيار حيتشال الأفضل في المجال الأكاديمي في التعليم في الحاجة الفلانية في التطور في البحث العلمي لابد أنه الهدف يكون محدد specific S القاعدة smart S specific M مقاسة يعني إيش مقاسة؟ واحد يقول لي عندي قصر كبير هل هذا الهدف حقيقي أو هدف صحيح؟ لا غير صحيح لازم الهدف ده؟ يعني دحين سؤال لما نقول لكم بيت كبير إيش يجي على بالك؟ ألفين متر مربع في واحد شاف أو حس بحاجة أكبر من كده؟ ها؟ في ناس تانية جاف بالها شيء أكثر من كده؟ في ناس جاف بالها أقل الكلمة دي كلمة كبيرة كلمة مطاطة دحين السؤال الجهاز ده كبير أو صغير؟ وسط واحد قال صغير مقارنة بإيش؟ مقارنة بإيش هو اللي يحكم فعشان كده ما ينفع تقول أبغى بيت كبير لازم تقول أبغى بيت مساحة بالمكانة الفلانية لما تقول أبغى راتب انفينيتي هذا هدف غير صحيح لأنك ما تعرف شو هو الانفينيتي ميتا حتوصل للانفينيتي؟ ما تقدر توصل للانفينيتي لازم تقول أبغى مليون ترات عشر ألف خمسة عشر ألف زي ما أستاذنا هنا قال الشيء اللي تبغى لابد أن يكون مقاس طيب هل هذا الشيء ممكن يسير؟ هل هذا الشيء ممكن حقيقي؟ واحد يقول لي يقول لي أبغى تطلع لأربعة عشر يد هل هذا الشيء حقيقي؟ غير منطقي احذف أي هدف غير منطقي هدف واقعي هدف واقعي مرة من المرات كنت بدني محاضرة واحدة قالت لي أبغى هدفة الحياة أني أقابل المحقق كنا بعدين قالت لي أنا تخليت عن هذا الهدف لهدف آخر قلت لي إيش هو؟ قالت لي أبغى أصير نرده نرده هذه شخصية فيلم كارتون عندها قدرات خاصة وقدرات يعني معينة تبغى تصير هذه الشخصية هذا هدف غير واقعي ما ينفع لأهداف دي طيب؟ ما ينفع لأهداف دي آخر شيء تايم تايم ديدلاين يعني إيش؟ وقت متى تبغى تكسب أول مليون في متى تبغى تسير وزير الشورى متى تبغى تجيب البيت الكبير متى تبغى تسافر جزر المالديف على فكرة تسافر جزر المالديف شيء مرة سهل مرة سهل مبلغ معين تجمع طول السنة تجمع كل شهر 1500 ريال أو 22 ريال في نهاية تستنى نوع إذا كتبت تسافر للمالديف بس بس تجمع تحط خطة للتجميع خطة للتجميع ها؟ سمارت اس سبيسيفيك محدد م مجربل مقاس ا اتشيبابل يمكن الوصول إلي ر رياليستيك واقعي وقت محدد لإنتاج هذا الموضوع وقت محدد هذه الأمور لابد أنها تكون موجودة في أهدافك ضمن أهدافك اللي أنت بتتكلم عنها طيب طيب وفي حاجة إضافية لابد للأهداف تكون مكتوبة إذا ما كتبت أهدافك ما لها قيمة واحد يقول لي أنا أهدافي فراسي ما لها قيمة ما لها قيمة إن لم تصنع لنفسك خطة فأنت حتما جزء من خطة شخص آخر إذا أنت ما سويت نفسك خطة ستلاقي مكان معين شركة معين توظفك عشان تخدم مصالحها هو ما بيسوي الشيء ده بقصنية بطالة هو بيسوي بقصنية حسنة بس أنت ما عندك أهداف في الحياة حتى قعد تشتغل لأهداف النساء ثانية إياك تسوي الشيء ده إياك تعملي هذا الموضوع طيب ماذا لو كانت واحد يقول لي طيب يا أخي أفرض أن حطيت هذه الأهداف وبعد كده ما طلعت عندي الأهداف في الحياة سأمر على هذا السلايد على السريع لأن هذا الموضوع أساسا يحتاج لنقاش ساعتين لكن سأمر عليه على السريع رقم واحد لا مانع من تغيير الأهداف بعد فترة طب طب يعني أنا أمشي في طريقه وبعدين أغير الطريق شوفهم أنا سأقول لكم الموضوع كيف يمشي الموضوع باختصار يا جماعة الخير كالتعريب لو افترضنا لو افترضنا لو افترضنا أنه أنت وجودك في الحياة نحنا كلنا وجودنا على فكرة أستاذنا نحن ليش موجودين في الحياة دي عبادة الله صح؟ كم واحد يتفق معاه يرفع عده يقول لي أنا كم واحد يتفق معاه يرفع عده يقول لي أنا جميل جميل وش كمان الله يفتح عليك عمارة الأرض طيب معلش أنا حاخذ في هذا الموضوع دقيقتين بس أتكلم فيه لأنه موضوع مرة خطير تحين بعض الناس يقول لك يا أخي نحنا موجودين للعبادة صح؟ طيب يعني معناته المفترض كل وقت فين أقضي صلاة إيش العبادات المفترضة اللي نحن نقضي فيها صلاة زكاة صيام إيش كمان حج صوم إيش كمان ها صلي النوافل ها إيش كمان دعاء صدقة استغفار طب معناك لو سويت أي شيء من هذه الشغلات حيطلع موضوع أني أنا ما بسوي عبادة وأنا بعارض كده الرسالة حقتي في الحياة أنا كنت لفترة من الفترات في حياتي أفكر بهذه الطريقة إلى أن اكتشفت أن الموضوع مو بالطريقة دي قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي ها لله رب العالمين كيف عملك عبادة كيف أنت بالعمل دا أنت موظف في الجامعة أنت طبيب أنت مهندس أنت ما بتسوي لو أنت مهندس ما بتبني بناير بتنلل على المسلمين ها ما هي العبادة ما هو تعريف العبادة العبادة هو في الابتدائية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة هل يحب الله مساعدة الآخرين ها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع آخ المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا هذا كلام النبي هذا مش كلامي مساعدة الناس هل فيها فائدة هل هو هذه العبادة نعم عبادة إني أخلي واحد في النهاية أنهيل معاملته الحكومية عشان يقضي مصالفه في الحياة هل هي عبادة نعم هي عبادة قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها عجر قال رأيت أن وضعها في حرام فهل يكون له فيها وزر قال نعم قال كذلك إن وضعها في حلال يكون له عليها عجر وقال العلماء الفلوس اللي بتشتغل عشان تديها الأولادك هذه صدقة والفلوس اللي بتصرفها على نفسك هذه صدقة إذن حياتك كلها لله على قولة يحي حو حياتي كلها لله نرجع للهدف الأساسي لابن نقول له وفترضنا أنه هدفك للحياة اللي موجود هنا عمارة الأرض ربنا وضعك في هذه الحياة في هذا الأرض عشان تخدم جامعة طيبة وضعك يعني ربنا وضعك في هذه الأرض عشان تخدم أهل المدينة ربنا وضعك في الأرض عشان تعلم الناس أمر معين ربنا وضعك في الأرض عشان تربي أولادك بطريقة كويسة عشان هما يعبدوا الله لو افترضنا أنه هذا هو هدفك الأساسي بالحياة ولما تبدأ تمشي في أهدافك حطيت أهداف وهدفك رح على هنا. شوية بدأت تعدل طريقك جاء على هنا. شوية تبدل طريقك جاء هنا شوية ستوصل للهدف اللي أنت تبغاه. ترى عشان تعرف رسالتك في الحياة ترى هذا شيء مو سهل. والإنسان بتتغير أدواره في الحياة. اليوم بيكون طالب بكرة بيكون موظف بعدين بيكون أب. بعدين بيكون ناصح. بعدين بيكون واعظ. الإنسان بيلعب أدوار كثيرة في الحياة. الحياة لا تقتصر على دور واحد. اثنين اثنين. الحاجة اللي نحن بنتكلم عنها. كونك تتقدم اللي أمام سوف تكتشف. كونك بتجرب شغلات جديدة ستكتشف إشياء الصورة يعني عارفين اللعبة حقة البازل اللي تركبها مع بعض تركب صورة وصورة وصورة القطعة الصغيرة دي هي الحياة زي كده تركب قطع 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 إلى أن تكتشف الصورة الأساسية. قد تركب بعض القطع وبعدين تغير مكانها. هذا هو الشي اللي هيصير معك. بس لازم تقدم على قدام على فكرة بقول لكم شيء اللي يقعد على الأرض. واحد يقول لي يا اخي ما بغي يجربي مكان نطلع قلطانه. اللي قاعد على الأرض وعمره ما ما يطيح. اللي قاعد على الأرض وعمره ما يطيح لأنه هو أساسا ''فاشل'' هو قاعد على الأرض. كيف بغا يفشل زيادة، ما ما يفشل. لكن الإنسان اللي يتحرك ويمشي على قدام هيطيح وحيقوم. بس بعدين نعود قدام. نعود يقاعد على الأرض. تعرفه واحد اسم محمد حسان العمودي الشيخ محمد حسان العمودي ها محمد حسان العمودي واحد من الاثرياء العرب قيل انه هو الثامن من الاثرياء العرب محمد حسان العمودي كان رجل بسيط جداً ويحكي الفراش واحد من الفراشين يقول محمد حسان العمودي دا انا وهو يكوننا نقعد مع بعض نشرب الشاهي مع بعض قبل عشرين سنة بعد عشرين سنة الفراش قاعد زي ما هو ومحمد حسان العمودي سهل ثامن اغنى رجل في العالم العرضي. يعني الاثنين انطلقوا من مكان واحد كانوا جاعدين مع بعض. واحد سار ملياردين. واحد قاعد محل ما هو. اياك اشوفك مرة ثانية وانت قاعد محلك. لازم تقدم. لازم تمشي. لازم تتحرك. لازم انت ما تكون انت قبل قبل امس. لازم تقدم عليك قدام لو خطوة واحدة لاتعلم لك شي واحد في حياتك اليوم. اي شي. حاجة واحدة بس طور نفسك شوية. حبة 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 حتى يوصل. طيب. اللي بعده. ماشي. والاسرار ده لابد ان يكون فيه مرورة. طيب. سؤال. هل تستطيع انك تمر على الخطوط دي. الاشكال دي اللي موجودة عندك. هل تستطيع تمر عليها بتلاث خطوط مستقيمة غير منحنية. عندك تلاث خطوط متصلة. لازم تمر فيها. كيف? ايش هتسوي? كيف? هل فيه امكانية? كيف? ها? كيف? لو سويت زي كده. سويت حرف الزت. فيه نقطتين. في دائرتين مهم موجودات مرت عليها. ايش هتسوي? ها? لا ما ينفع. لازم ثلاث خطوط متصلة. ها? ايش الحل? الحل يا جماعة الخير. كالتالي. هذه عندنا الاشكال? شوفوا لاحظوا انا قلت اشكال. انا ما قلت نقاط. لو عملنا خط من بعيد. خط من بعيد. خط من بعيد. مرينا على على التسعة ولا لا? مرينا. ليش? لانه نحن بنفكر بطريقة فكر خارج الصندوق. فكر خارج الصندوق. انتم فكرتم ما عرفتم الحل. لانكم ما فكرتم كفاية. اي موضوع موجود عندك في الحياة تستطيع ان تنتجه. طب سؤال تاني. تقدر تمر على الاشكال دي بخط واحد? كيف? ها? لا خط مستقيم واحد. ايه? لا لا مو خط سطوان. هذا مو خط مستقيم. ها? لا. ها? خط واحد بالعريض. الله يفتح عليك. دعونه تحية. دعونه تحية. دعونه تحية. ها? خلي النقاط دي صغير ويجيب لك واحد دلم عريض كده امسك. خط واحد. انتهى الموضوع. طب ايش سوى حبيبنا اللي هنا? فكر خارج الصندوق. فكر بطريقة ابداعية. فكر. فكر. ترح تلاقي حل. تبت سير حق رئيس مجلس الشورى. فكر. ايش الطريقة اللي ممكن اسويها. ايش ها اعمل? فكر خارج الصندوق. فكر خارج الصندوق. طيب. انا بقيري. ما بقيري من الوقت غير دقائق بسيطة. هانه فيها على السريع كلمتين. وهغلق. جميل. الشي اللي بس ابغاد تسويه. اي حلم موجود عندك في الحياة. لازم له من خطة. يعني ايش تسوي? يعني فكر كيف ممكن اوصل لهذا الشي? ايش ممكن اعمل عشان اوصل لهذا الشي? شوفوا زي ما اتكلمنا مع هنا حبيب من عبد الملك. ايش قلنا? تبت توصل للشورى. ايش تبت سوي عبد الملك? لازم تكون تحصل على درجة علمية. ايش تاني? لازم تكون عندك علاقات. ايش تالت? لازم تسوي شيء للبلد. ايش رابع? طيب. تبت تسوي شيء للبلد. ايش هتسوي للبلد? ممكن اعمل واعمل 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 واعمل. ايش فيه في امكانياتي? اقدر اسوي الشيء ده. اقدر ده حين انضمع جمعية تطوعية وبعدين حبة حبة اخش في الشيء التالي. اخش في الشيء التالي. اخش في عافية. ماشي الحال؟ طيب استخدموا الخريطة الذهنية دوروا على الحلول اللي هي موجودة عندكم. آخر حاجة هقول لكم يا ريت تحيطوا نفسكم بالناس الناجحين. قلعتك الحصينة. ابحث عن قدوات عندك في الحياة. الشيخ سريمان الراجحي. ستيفن كوفي. زيك زيكلر. الشيخ صالح كامل. عمرو خالد وآخر واحد اسمه فيليب كوتلر. هذي كلها شخصيات ناجحة. حاول تحيط نفسك. قدر ما تستطيع بالشخصيات الناجحة. بعد من صغار الشان اللي يستخفوا من احلامك. بعد من الناس اللي تقول لك ايه شيخ. نحن واحد يجي يحضر نروح البيت. واحدة تروح امامتها. والله ماما اليوم كتبت خطة حياتي. تروح عند اخوها الكبير. لازم اخوها الكبير كده فيه. ما عرف ليش الاخوان الكبار يحبوا يعني يبهدل اخواتهم الصغار. طيب صح? لازم كده. بعدين يجي يقول له اي 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 اريد اشوف اشوف. تبا تصيري وزيرة اي شغلوها. صح? تقعد مع الشباب اصحابك. والله بغا. اليوم قررت تسير حق الشورى. امي روح تخرج من الجامعة. اول بعدين كلمني. كده الناس. مثبطة. محبطة. هذا الشي اللي صار مع توماس اديسون. هذا الشي اللي صار مع حق بورجر كينك. هذا الشي اللي صار مع ماكدونالدز. هذا الشي اللي صار مع مايكروسوفت بلجيتس. هذا الشي صار مع كل الناس الناجحين. الحقيقة دائما تمر بثلاث مراحل. واحد معارضة. معليش واحد استهزاء. شورة اي شوف الشفاء. اتنين. معارضة. يا ابو يا بلاشورة بلاشورة بتجيب نفسك الكلام. والله ترى اقسم بالله يفتح عليك العين. ما تقدر تسافر. ما تقدر تحرك. شما الهواء يحسبوه عليك. ثلاثة لما تسير في مجلس الشورى. ما شاء الله عليك. والله عبد الملك ما شاء الله. نعرف من يوم ما كان. ما شاء الله الله يفتح عليك. الناس نفسها اللي كانت تتريق عليك هي نفسها اللي تبارك لك. وتشيلك فوق راسها. وتطلب منك واسطة بعد كده. ما شاء الحال. المرحلة الاولى استهزاء. المرحلة الثانية معارضة. المرحلة الثالثة تقبل كحقيقة مسلمة. طيب. نحن كده تقريبا وصلنا لنهاية محاضرتنا. طيب. شكر خاص. حابب اشكر بعض الاشخاص اللي اللي موجودين عندنا. اللي سهموا في وجود هذا الشي. حابب اشكر الدكتور معين الله يعطيه العافية على مرافقته لي من يوم ما جيت. حابب اشكر الدكتور سليمان الخربوش. الله يعطيه العافية اللي تم التواصل معه. حابب اشكر الدكتور صلاح اللي كان برضو تواصل مع السلس ضوحة اللي كانت يترتب وتنسق الامور. حابب اشكره استاذ عدنان اللي جاء استقبلني من المطار. حابب اشكر جامعة الطيبة على يعني حفاوتها الرائعة والجميلة. حابب أشكر الدكتورة بسمة جستانية اللي كانت برضو بالتواصل والله يعطيها ألف عافية وشكراً لها على الشيء اللي قدمته. حابب أشكركم كلكم شخصاً شخصاً فرداً فرداً على حضوركم. حابب أشكر صديقي أحمد يوسف اللي حضر معايا يعني من جدة وأستاذ جابر اللي ما دري هين موجود هنا على حضورهم معايا. أشكركم من كل قلبي. أشكر جداً أهل المدينة الطيبين الرائعين والله يقولها بدون مراء ولا نفاق ولا أي كلام فاضي. بالفعل أهل المدينة الناس يخشوا القلب. بالفعل الله يشهد على الكلمتين اللي أقولها. ويعني بالفعل الواحد يتشرف أنه يجي المدينة ويقعد مع أهل المدينة. ورباً يعمر لكم المدينة إن شاء الله بإذن. عرض عليها أن تبتأخذ مئة ولا ألف كم؟ ألف ألف وظيفة تبتأخذها السوق العمل.